احد الاخوة المتدربين يسأل كيفية دمج جدول اكسل مع برنامج وورد او في داخل مستند وورد وكيفية التحكم بيئة جدول من خلال برنامج اكسل بالتزامن والتزاوج مع برنامج وورد طبعا نفتح برنامج اكسل ونعمل في الجدول بسيط مثلا تسلسل الاسم مثلا المواليد ومثلا تسلسل واحد اثنين ثلاثة والاسم مثلا علي محمد وباسم المواليد مثلا اثنين وعشرين خمسة الف وتسعمية وتسعين مثلا خمسة وعشرين تثمين الف وتسعمية وثمانية وثمانين اثنين وعشرين ثلاثة الفين وعدنا هذا الجدول بسيط طبعا اللي يشترون على برنامج اكسل يعرفون انه من خلال هذا الخيار كافة الحدود نحول الخطوط الوهمية لخطوط حقيقية وبعد ما كملنا جدول ببرنامج اكسل نحدده ونختار نسخ ونروح على برنامج وورد ومن الصفحة الرئيسية لصق ونختار لصق خاص ومن ثم من هذا الخيار نختار ورقة عمل مايكروسوفت اكسل كائن طبعا نختار هذا الخيار لصق الارتباط لصق الارتباط يعني انه انه شكو تعديل رح نعمله بها الاكسل رح يجي بشكل اوتوماتيك الى الورد بعدها موافق نلاحظ انه هذا الجدول اجانا بشكل اوتوماتيك واذا تلاحظون انه لما نروح على الاكسل كل التعديلات والدوال والمعادلات اللي نعملها رح تكون بشكل مباشر جاهزة الى برنامج الورد مثل ما تلاحظون شنو التعديلات اللي يتم مثلا هنا رح نمضيهم بولد لون احمر ورح نلاحظ بشكل مباشر انه بولد لون احمر وبشكل مباشر رح يكون عملية التزاوج بين الجدول ببرنامج وورد وببرنامج اكسل اشتركوا في القناة